ملايين الأطفال بلا تعليم في دول عربية هل تستوقفكم مشاهدين هذه الكارثة؟ تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف صلت الضوء على تأثير الحرب والصراع على التعليم في لبنان، ليبيا، الأراضي الفلسطينية، السودان، سوريا واليمن وأشار التقرير إلى أن ملايين الأطفال يواجهون تعطلا حادا في تعليمهم نتيجة الصراعات والحروب التي تدمر البنية التحتية التعليمية وتحد من الوصول إليها ووصف التقرير الحالة باحتمال حدوث ما وصفه كارثة عابرة للأجيال إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن إشارة هنا يا أمين إلى أن أكثر من نصف الأطفال في المنطقة يعانون من فقر التعلم إذ لا يستطيعون القراءة أو فهم نص مناسب لأعمارهم بحلول سن العاشرة ويقدر أن حوالي 15 مليون طفل بسن الدراسة من 5 إلى 14 عاما هم خارج المدرسة وعشت ملايين طفل آخر معرضون لخطر الانقطاع عن التعليم ترجمة نانسي قنقر